السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار في المكنتو داخل أو خارج أرض الوطن مرحبا بكم تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية وكيفما تقولوا دائما الله حفظت البلاد هذه من كل شر إذا الإخوان والأخوات في إطار المواكبة دينا للملفين ملف دونيا باطمة وأيضا ملف الجريمة لهزة الرأي العام جريمة مقتل زوج المغني يريم في كري فغاد انطرقوا إلى مستجدات آخر المستجدات في كل القضيتين في القضية دي الجريمة مقتل ريدا زوج ريم في كري فاعتراف المتهم الرئيسي اعتراف يعني بكل خيوط وبالسيناريو الحقيقي بسبابه يعني تمت هذه الجريمة اعتراف المتهم الرئيسي يعني منذ ساعات قليلة من بعد ما يعني تم عرضه أمام النيابة العامة فاغد انتشارك معكم إخواني أخواتي اعترافات المتهم الرئيسي بتصفية ريدا المغدور وأيضا إخواني أخواتي فاغد انطرقوا في إطار مواكبتنا الملف المغنية والفنانة المغربية دونيا باطمة فاغد انطرقوا له حد خروج إعلامي اللي كان يعني منذ ساعة أو لا ساعتين يعني في الساعات القليلة الماضية لابتسام باطمة شقيقة دونيا باطمة حتى تصريح اللي مفيد ومهم يعني إخواني أخواتي في إطار تتبعنا للدونيا باطمة وملفها المتعلق يعني بحساب حمزة مونبيبي فعلى بركة الله الإخوان والأخوات نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو البداية غدا تكون بملف جريمة قتل ريدا المغدور ريدا الزوج المغنية ريم فيكري فإخواني أخواتي اعتراف خطير واعتراف مهم في قضية مقتل المغدور ريدا زوج ريم فيكري اعتراف المتهم الرئيسي كي خلينا نقول بأن تفاصيل هاد الجريمة بدأت تنكشف يعني من بعد ما راح ضحية دياله المسمى قيد حياته ريدا زوج المغنية المغربية ريم فيكري من بعد ما تم الاستماع إليه يعني اليوم رفقة بعض المعاونين دياله اللي كانوا معاه في المجموعة من قبل الشرطة القضائية بولاية أمن الضار البيضاء بحيث أنه يعني تقدم اليوم أمام أنظار نيابة العامة واستينادا إخواني أخواتي إلى مصادر مقربة من التحقيقات المفعل يعني مع الموقوفين فهذا الأخير اللي هو المتهم الرئيسي وماشي تيربو إخواني أخواتي ماشي تيربو الأخير اللي عنده مشكل مالي بينه وبين الضحية ريدا زوج المغنية ريم فيكري هذه الاعترافات دياله جات متزامنة لإحتمالات اللي حطينا ليلة الباريحة واللي قلت لكم فيها بأن المشكل وهذه الجريمة غادي يكون عندها أبعاد أخرى وقلت لكم بأن هذه الجريمة ارتاكبوا ثلاثات الفرق فرقة جات من أوروبا فعلا فالمتهم الرئيسي اليوم كي اعترف أمام نيابة العامة بأن فرقة من الفرق المشاركة في تنفيذ هذه الجريمة جاءوا يعني من أوروبا وكلهم عندهم جنسية فرنسية وكلهم يعني من دول جنوب الصحراء يعني في إفريقيا وأن هذا الجاني أو المتهم الرئيسي كي اعترف أمام الفرقة الوطنية بأنه تعرض إلى النصب يعني في حد العملية ديال الممنوعات اللي جمعته ما بينه وما بين الضحية هذا المتهم الرئيسي اعترف الفرقة الوطنية بأنه تعرض النصب في مبلغ ديال 50 مليون يورو بعد عملية تجارية في الممنوعات بالديار الهولندية وهو ما دفع إلى المطالبة بحقه غير ما مر قبل أن يقرر القدوم إلى المغرب بمعية مجموعة أخرى مكونة من خمسة أشخاص قصداء التأر ذات المصادر كشفت أن المتهم يعني الرئيسي ما كانش بالمفرد ديالو هنا في المغرب وإنما جاء مع ناس أخرين يعني ربعات أشخاص من فرنسا ومن بعد يعني قاموا بهذه الجريمة غادروا أرض الوطن لكن الفرقة الثانية اللي عونتوا في هذه الجريمة اللي قامت بمهمة الاختطاف فهي من عناصر من داخل المغرب ومن بينهم ربما يعني أشخاص اللي كيشتغلوا في قطاعات واللي تم اعتقال ديالهم على خلفية هاد الجريمة فاعترافات إخواني أخواتي اللي خاطرة وخاطرة جداً وليك تخلينا أننا نعرف من خلال هاد المبلغ اللي هو خمسين مليون يورو اللي تقول هذا يعني المتهم الرئيسي بأنه تعرض النصب فيه من طرف الضحية ريدا زوج ريم فيكري استنتاج أولي وسطحي قبل ما نغوصوا إخواني أخواتي في باقي اللقاءات والمواعيد معكم في تغطيتنا لهذا الملف فنستنتج بأن ريم فيكري لا علاقة لها بهذه الجريمة وكنت استنتجوا بأن هذه الجريمة من خلال هذه الاعترافات اللي ما زال أبحث قد دخل في التأكيد دياله والصحيحة أو لا سيناريو محبك من أجل يعني طمس الأسباب الحقيقية وراء هذه الجريمة أو باش أنهم ربما يكونوا داروا هاد السيناريو ربما باش يلبسوا لهذا الجريمة طابع انتقامي فعلى أين فهنا كيبرو ريم فيكري من هاد الجريمة مادم أن الاعترافات جافية بأنك المشكل شخصي ما بينه ما بين ضحية وما بين المتهم الرئيسي ونمشيوا إخواني أخواتي إلى الموضوع الثاني واللي كتعلق بقضية دونيا باطمة كيف ما كتعرفوا إخواني أخواتي كينا معلومات اللي كتفيد بخصوص ظهور تسريبات وظهور مجموعة الأمور اللي كتفيد بأن دونيا باطمة تم الحجز على الممتلكات ديالها ربما بيناء على شيكايات لتعرض جهات إلى النصب أو كينا معلومات أخرى اللي كتفيد بأن دونيا باطمة تم ضبطها داخل سجل اللوديا عندها جهاز خلاوي عندها تليفون وأن هذا الأمر هذا غاد يعود عليها بعواقب لأنه أمر في تجاوز فهذه الأمور وهذه الاتهامات وهذه الإشاعات وهذه المعلومات اللي كتفيد بخصوص دونيا باطمة خلات أخت ديالها شقيقة ديالها ابتسام أنها تخرج منذ قليل يعني منذ قليل من الآن تخرج بوحد القصة أو لبحث ستوري وتكلمات حول هاد المعطايات ولكن ماشي بالتحديد بلغة الإحاء وتوجهات بالشكر للناس اللي كيدعموهم فدل هاد الظروف الصعبة وهاد التكالب ديال بعض الجهات وأيضا يعني فدل هاد الظروف الصعبة ديال السجن ديال دونيا باطمة فهذا الأمر هذا وخروج يعني ابتسام باطمة كيفما قلت تدخل في إطار التلميح بأنها يعني هاد المعلومات اللي خارجة بخصوص حجز الممتلكات وكل هاد شي يعني كاذب وما كينشار الأمور ديال وجود شكايات بخصوص دونيا باطمة كتتتعلق باتهامها بالنصب أو لشيء من هذا القبيل إلى هنا إخواني أخواتي جيت الختام ديال هذا الفيديو ختاما كنتمنى لكم تمام الصحة والعافية والله حفظت البلاد هذه من كل شر وخير الختام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته